السلام عليكم البنات بخير وعلا خير انا جيت اليوم بغيت نبغطج معكم طريقة باش نديروا العسل ديال الدار انا نحتاج لهذا الوصفة جوج كيلو تساندة و جوج كيلو تساندة ندير معها حمضة من قطعة طرنشات تنزيد عليها اطرو ديال المام بعد نسدو كوكوت ديالنا تنضيروها الطيب تصفر واحد صفيرة ولا جوج تنقصو العافية ميلا عليها ونخليوها لمدة نصف ساعة بعد ما تتسالين الساعة تنحلو الكوكوت ديالنا تنشوفو الحمض ديالنا حمار تنحبسو تنحطوها سميتو ولا بقي صفر تنخلو نزيدوها الطيب واحد خمسة دقائق هال هاسل ديالنا ده بخرجتها كيما تتشوفو الحمض روار حمر بعد ما اشتاكها مزينا صدقاء صادقاء بنت ليه مزينا تنشد زلافة تنزيد فيها اربعات المعالق ديال مزهر معالق صغار وتنزيد عليهم علقة صغيرة ديال المسكة الحرة من الطحونة وتنحرك مزيان تتنساجم المسكة الحرة مع الحمض وتنخويها في العسل ديالي وتنزيرها الطيب واحد خمسة دقائق ولا عشرة عيني يميزاني تتتنساجم مزيان معها المزهر ودك شيء ابقيتن نحيدها ملعا فيهم ونحطها ومبعد تتشوفوها كيما تتشوفو ذا با حيتها ذاك الحمضات ديالي بصفايا وكيما تتشوفو الحمضات كي ولاوا معسلين تتشوفو تنبرك معسلين مزيان وبأساف ديال النتيجة ديالنا راها ناجحة تنحيدهم تنحطهم على جنب وتنخلي العسل ديالي تبرد مزيان بعد ما تتبرد مزيان تنصفيها في واحد تنضيرها في واحد قراءة ديالو في قراءة ديالكم انا فضلت نضيرها هنا باش تشوفو حيتا نبدا نخويها كيفاش تتجي العسل ما تتجيش قاسها ما تتجيش شرطبة بزا تتجي عسل العسل كما تتباع في المقازة ونتمنى ان هاد النتيجة تكون عجباتكم وناث الإعجاب ديالكم وما تتنساوش تلايكي وتتابوني ونقول لكم بصحا وراحا ولا بخوش نغوصات ان شاء الله وتهلا وفرسكم وعواشر مبروكا رمضان كريم بصحا ولهنا باش ما تمنيتو ويدخلوا علينا ربي بصحا وهزع لنا هاد البلاء وده بات نقول لكم بسلام عليكم ولا بخوش نغوصات ان شاء الله بسلاما